السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من التوقعات ليوم الأحد 22 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الثور لغاية الساعة 10.24 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 2.49 دقيقة من عصر يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء موعد بث الحلقة اللي هو يوم السبب بعديها بده ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 45 دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر بما إنه موجود في برج الثور لغاية الساعات الصباح معناته من ظل أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هذه زاوية لها تأثير سبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة طبعا ذروتها اليوم ساعة 6.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهي مناسبة للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 10.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 10.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة 10.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الجوزاء عشان هيك من هذا الوقت تحديدا اللي هو 10.24 دقيقة وما بعد بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بعد هاي الانتقالة طبعا عنا انتقالة أخرى وهي انتقال الشمس لبرج الميزان الساعة 12.43 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة اللي حاب يستفيد بالمعلومات لجميع الأبراج والأثار والأحداث القادمة لأنه في أحداث مرعبة بسبب الزوايا اللي رح تتشكل فيروح يسمعها وطبعا بما أنه الشمس رح تنتقل للميزان يعني أعياد ميلاد موليد برج الميزان فنقول للموليد برج الميزان كل عام وأنتم بكل خير طبعا الشمس رح تنتقل زي ما حكينا الساعة 12.43 دقيقة من ظهر اليوم من برج العذراء لبرج الميزان ورح يضل الموجودة حتى يوم الثلاثة 22.10 الساعة 10.14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بعدها تنتقل الشمس للعقرب رح يدخلوا موليد الأبراج الهوائية فترأيي أفضل من سابقتها لسيما صحيا اللي هم الميزان والجوزة والدلو ومعهم الأبراج النارية اللي هم الأسد والقوس والحمل ويعني الحمل هم أقل المستفيدين لأنه الشمس رح تكون مقابلهم صحيح رح تطيهم إيجابية ولكن طاقتهم بتكون ضعيفة أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هذا الانتقال وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا إلها تأثير تقريبا 6 أيام ومستمر 6 أيام قادمة أيضا ذروتها اليوم الساعة 9.14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني وبتجعلنا عصبيين جدا وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة العاطفية أو الزواج أو الارتباط ويعني بشكل مفاجئ وبتسبب خلافات في حياتنا وفي علاقاتنا العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتي والغد الدراقي واللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير الأعضاء الأكثر حساسية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم خلال هذا اليوم اضطرارية أو دون اضطرارية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن أو الجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثة ساعة 11.58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيج وبيستمر حتى تمام الساعة 2.49 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدب عمره الآن 20 يوم تمام الساعة 36 دقيقة مساء اليوم نبدأ باليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة بتكون سبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة ورح تنتقل للميزان ورح تضل في الميزان ليوم 22 سعيدة بنسبة 85 في المية القمر في الثور ورح ينتقل للجوزة زي ما ذكرنا في ساعات الصباح ورح يضل موجود بالجوزة ليوم 24 تسعة سعيد الآن بنسبة 15 في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة 10 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 25 في المية ساعات المساء منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في العذرة حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 40 في المية الزهرة في الميزان لآخر يوم يعني يوم 23 تسعة اللي هو يوم الغد رح تنتقل إلى العقرب سعيد الآن بنسبة 45 في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40 في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10 في المية قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10 في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل هذا الوقت بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي ولكن ممكن يكون في زيادة في المصاريف أو صرف الأموال أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كن عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم كن واضح بكلامك وكون هادئ قدر الإمكان وحاول أنك تتفهم الآخرين لا تفوت عليك الفرصة إذا كان في فرصة مصالحة أو تسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط بإمكانك تبادروا لخطوة جديدة يتدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات الصباح هنا بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء إنك تتشجع وتشحن حالك بطاقة إيجابية وممكن تعالج مسائل إدارية أو تمولية بتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع البعنية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زال الوقت بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أما من ساعات الصباح القمر بوصل لعندكم فبتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل جهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم وتعتبر بداية ممتازة بالنسبة لإلك وخصوصا مع وصول الشمس للميزان فبتصير أكثرها دعما بالنسبة لإلك خذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن يعني بدك تدير بالك لأنه بدأ الضغط عليك شوي حاول إنك ما تفرض رأيك على المحيط أو على الأصدقاء أو على المعارف برضو ممكن يتوجه الكدعو إلى حضور حفلة أو مناسبة من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فتدى فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا ترهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان فما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمال وحاول تعمل بشكل روتيني وأضبط أعصابك لغاية يوم الثلاثاء برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زال الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بتكوا تحافظوا على سمعتكم حاولوا أنكم ما تغامروا ما تجازفوا ما تخلفوا القوانين أما من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مؤاتي رغم الضغطات كرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد وتعتبر فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من المحتمل من الآن وحتى ساعات الصباح يصل معكم خبر من بعيد أو تنجحوا بمسائل تتعلق بسفر أو اتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم ولكن مع ساعات الصباح بيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسئولية أو عبئ مهني أهميش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال الوقت في فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وحاول أنك تنتبه على أموالك وإحذر من النصابين والمحتالين وراجع أي مغامرة مالية قبل القيام بها من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بيصلكم خبر نبعيد وبتنجحوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات أو معاملات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاس مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير عالية بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك واحتمالي يكون في سفر لبعض موليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل فترة مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة إن القمر موجود مقابلك إذن طاقتك ضعيفة سهل استفزازك وبرضو بدك تنتبه على صحتك من ساعات الصباح بيتغير الوضع بشكل ملموس وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه في عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نضموا جدوى الغذاء كم خذوا قصد كافي من الراحة من الآن وحتى ساعات الصباح لأنه من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فبيصبح هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحذروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك أو ردات فعلك الجو العام متوتر فممكن تظهر مشاكل طارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن لحتى ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وأبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ممارسة هواية أو التقرب من أبنائكم أو أحباكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهدك وطاقدك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي واليوم ممكن يكون في بعض القلق المهني أو خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح طبعا القمر رح يوصل لا بيت قوي جدا بالنسبة لعيلك فعشان هيك بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من ساعات الصباح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليف يدعم تصوراتك أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات وممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميلة سفر أو المشاركة في رحلة عمل أو ممارسة هواي الأجواء الرومانسية وفيها نجاح ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحباء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات الصباح وبتضل فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو بتعامل مع أخ أو جار أو بالحوارات أو النقاشات أو بالأمور التجارية حتى أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج ويسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيت وقدم المساعدة للي بيحتاجها لأجواء جيدة وداعمة لإلك ولكن تركيز رح يكون على الأسرة أو على المسائل العقارية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قرام K